طيب خلينا نتكلم شوية على تدريبات الفريق النهاردة النهاردة كان فيه تدريبات مهمة أو مران وحيد هام ابتدى الساعة 9 الصبح واستئناف لهذا التدريب أو هذه التدريبات بعد فترة أجازة لمدة 48 ساعة بعد معسكر كان مغلق وأيضا تطبيق نظام اليوم الكامل وبالتالي كانت فترة غاية في الأهمية لكن أنت النهاردة بتبتدي المرحلة الأخيرة في إطار استعدادك للمباراة الأولى في الموسم بالنسبة لك زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة دي تدريبات النادي الأهل النهاردة اللي كانت على استاد مختار التيتشولين طلقت فيه تمام الساعة التاسعة صباحا وهيتكون على فترة واحدة فقط مش هيكون في مران مسائي والأيام المقبلة كلها هتكون كده حتى موعد الصفر اللي هيكون يوم الخميس إن شاء الله الساعة مش عارف بالضبط هيكون الساعة كان بس في الغالب هيكون في مران صباحي قبل صفر الفرق يوم الخميس فخلال النهاردة إحنا الاثنين التلاتة والأربع هيكون في تدريبات أي أن كان بقى صباحية أو مسائية لكن في كل الأحوال حيتبقى التدريبات على فترة واحدة الاستعدادات ماشية بمنتهى لقوة لعب الأهل الدوليين موجودين الكل مركز الكل عده جدية كبيرة جدا وإصرار بخصوص بداية تكون مناسبة أوي للنادي الأهلي في الموسم الجديد قبل المران النهاردة اللي حالكم بتشوفوا دلوقتي لقطاته كان فيه اجتماع من كولر وكابتن سيد عبدالحفيز باللعبين وتم الحديث عن الفترة المقبلة وأهمية هذه المرحلة وكيفية بدء هذا الموسم بشكل جيد ويكون مناسب وده كان قبل المران اللي انطلق النهاردة الساعة 9 الصبح المران الصباحي بالنسبة للنادي الأهلي أما بخصوص المران نفسه فكان فيه بعض التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ويمكن قد اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالقرة ويمكن الراجل نزل بالحمل التدريب لأنه خلاص العد التنازلي ابتدى لمبارات الاتحاد المنستيري وبصراحة ماتش صعب قوي ماتش صعب قوي يعني يمكن كان حيب أحظنا أفضل لو كنا ابتدينا بفرقة أحن شوية من كده أو يعني مش عايزة أقول أسهل لأن ما فيش ماتش سهل لكن في كل الأحوال اللي احنا عارفينه بوجهات بتاعت شمال أفريقيا بتبقى صعبة حتى لو هتقابل فريق من زل التحاد المنستيري طبعا ليه كل التقدير والاحترام بس مش الترجي التونسي أو مش النجم الساحلي أو كلام من ده بس يبقى الفريق ده عمل موسم ماضي ممتاز جدا عنده دوافع كبيرة وعنده أيضا لعبين مميزين وجهاز فني قوي جدا ومبارح كان عنده ماتش ودي مع الترجي يتعادله بدون أهداف بدون أهداف يا جماعة صح؟ واحد واحد يتعادله واحد واحد من ماتش الودي مبارح فبالتالي ماتش من السهل خلص ففي كل الأحوال إن شاء الله الأهل يكون موفق فالرجل نزل بالحمل التدريبي تدريبات بالقورة بعض التدريبات البدنية الخفيفة جدا التركيز على بعض الجوانب اللي بتخص المدافعين وأيضا اللي بتخص المهاجمين في إحدى الفقرات النهاردة في التدريبات وفي الآخر كان فيه تأسيمة كده مصغرة يعني كان مركز عليها كولر أو مركز من خلالها كولر على بعض الجوانب التكتيكية والفنية الهمة جدا كمان النهاردة الدكتور أحمد أبو عبلة مكشف عن موعد انتظام فخري في التدريبات محمد فخري لعب وسط الفريق ويمكن دايما بنتمنى أن كل اللاعبين يكونوا جاهزين عشان تبقى يعني إيه الناس كلها متاحة للجهاز الفني هو بقى اللي يتحكم فيه الاختيارات فيما تعالج بالتشكيل التبديلات استراتيجيات وأفكار وكل الأمور اللي زي دي فمهمة قوي يعني الحمد لله الحمد لله في الفترة الحالية ما فيش أصلا إصابات غير لعبين اتنين لعيبة بس بيرسي تاو ومحمد فخري فخري بإذن الله حد أحد تبقى اللي قاله الدكتور رحمد أبو عبلة يشارك بكرة في تدريبات الجماعية بشكل طبيعي أما بخصوص بيرسي تاو في أيام قليلة بتفصله عن المشاركة في التدريبات الجماعية بإذن الله ورده صعب طبعا أنه يلحق المطش الأولاني برضو نسب لحقه بالمبارات الإياب حتكون صعبة قدام الاتحاد المنستيري لكن في اعتقادي الشخصي أن بعد مبارات الاتحاد المنستيري اللي هي مبارات العودة في القائرة حيكون متاح بيرسي تاو لجهاز الفني في حالة اختياره للمشاركة في أي مباراة من المبارات الرسمية المقبلة أو اللي هتالي مبارات أو مباراتي الاتحاد المنستيري إن شاء الله نكون متأهلين لدور 16 ودور المجموعات في بطول الدوري أبطال إفريق